السلام عليكم ورحمة الله أنا إبراهيم الوادعي إذا كنت تبحث عن سماعة بديلة لسماعة أبل سواء كان جهازك آيفون أو أندرويد عندك سماعة جويروم سماعة ممتازة فيها أغلب ميزات سماعة أبل مثل الارتباط التلقائي بالجهاز وغيرها وفيها ميزات أيضا غير موجودة في سماعة أبل مثل تعمل على الآيفون والأندرويد وسعرها 72 ريال تقريبا ما يعادل 20 دولار وأيضا السماعة عليها ضمان سنتين وفي هذه الحلقة رح أقول لكم بتجربة الكاملة مع السماعة وإذا عجبتك وقررت تشتريها رح أضع لك في وصف الفيديو رابط لشراء السماعة من موقع أمازون تصميم السماعة جميل مثل تصميم سماعة أبل عندنا في مقدمة العلبة شعار جويروم مع إضاءة تخبرك في شحن البطارية وعندنا في الخلف اسم السماعة وزر إعادة التعين اضغط عليه لمدة 10 ثواني بعدها رح يتم إعادة تعين السماعة ورح تستفيد منه إذا أردت ربط السماعة بجهاز ثاني وعندنا في أسفل العلبة مدخل الشاحن من نوع لايتنينغ طبعا يأتي مع السماعة سلك شاحن وكفر للحماية وعندنا في داخل العلبة السماعات متبتة تثبيت جيد ويوجد في العلبة مغناطيس يساعد على إدخال السماعات أوكي التصميم السماعة مثل تصميم سماعة أبل برو والصوت السماعة ممتاز قوي وواضح وتدعم الصوت المحيطي بالنسبة لثبات السماعة في الأذن جيد ما هي ثابتة بشكل كبير أتمنى لو أنه يأتي معها عدة مقاسات أو عدة رؤوس تقدر تختار واحد منهم أو تختار الرأس اللي ناسب حجم أذنك أتوقع بعض الموديلات من سماعة جويروم يأتي معها هذه الرؤوس بالنسبة لمقاومة الماء ما أعرف إذا كانت سماعة مقاومة للرذاذ الماء أو العرق أم لا لكن استخدمتها عدة مرات في الرياضة ولم تتأثر بالعرق وأيضا الصوت لم يتأثر بالنسبة للعزل السماعة تدعم العزل لكن للأمانة ما عجبني لذلك أنا أمسوي له إيقاف والسماعة فيها ميزة إيقاف الصوت عند التفاف الرأس إلى اليمين أو إلى اليسار حتى ما يفودك مشهد وهذه الميزة أنا موقف لها لأنها ما تهمني كثير وأيضا لأن المستشعر اللي فيها ما هو بالمستوى المطلوب بالنسبة لصوت السماعة في الاتصال جيدة لكن ما نصحك بها أبدا إذا كنت مهتم بالاتصال بالسماعة لأنك إذا اتصادت مكالمة طويلة ثلاث دقائق أو أربع دقائق راح يفصل معك البلوتوث وتحتاج توصل السماعة من جديد بالجهاز حتى تقدر تستخدمها وأيضا صوت المايك فيها ما يصل إلى صوت مايك الجوال أو مايك سماعة أبل لكن إذا أردت شراء السماعة من أجل استماع الأصوات أو المشاهدة أنصحك بها بقوة ورح تعطيك أداء ممتاز حجم بطارية العلبة 360 ميلي أمبير وحجم بطارية السماعة 45 ميلي أمبير رح تشتغل لك خمس ساعات متواصلة ورح يتم شحن بطارية العلبة بالكامل في ساعة تقريبا السماعة فيها بلوتوث ستار خمسة وتقدر تتحكم بالسماعة من البلوتوث مثل تعطي بعض الميزات مثل ميزة العازل وغيرها وبهذا نكون وصلنا إلى انهات المراجعة إذا كان عندك أي سؤال عن السماعة اكتب لي في التعليقات ورح أرد عليك في أسرع وقت وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ترجمة نانسي قنقر